أعرب معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى عن إشادته بالقرارات والنتائج الطيبة التي خرجت بها قمة المنامة وأشار رئيس مجلس الشورى إلى ما أنجزه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون من نجاح كبير على صعيد تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وترجمة آمال والطلعات شعوب المنطقة لمزيد من التقدم والنماء والأمن والأمان والتكامل الاقتصادي والأمني والدفاعي كما أكد معالي رئيس مجلس الشورى على أهمية حضور رئيس وزراء بريطانيا الصديقة ريزمي معتبرا بأن هذه المشاركة مشانها فتح فصل جديد من العلاقات الاستراتيجية وأشاد معالي رئيس المجلس بالرؤى الصائبة والعمل الجاد والحكيم لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة وإخوانه قادة دول المجلس التي تعبر بالصدق عن تطلعات وآمال شعوب المنطقة في تطوير العمل الخليجي المشترك وجعله كيانا واحدا يحقق الأمن والاستقرار لدول المنطقة ويجمعهما على الخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر